شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع وثيقة بشأن مشروع انتاج طاقة كهربائية بقدرة 10 ألاف ميجاواط من طاقة الرياح يأتي ذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ومن الإمارات العربية المتحدة سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل ومسؤول عدد من الشركات